مبارك لجامعة النجاح الوطنية ومركز التعلم الإلكتروني فيها على هذه الجائزة وهذا التمييز الأخير وبالطبع نبقى في إطار الجوائز والمسابقات العالمية التي يبادر بها الأبناء الأعزاء والطالبات أيضا في فلسطين خاصة أن المسابقة التي نتحدث عنها الآن هي موجهة فقط للإناث وهي مسابقة سنويا تعقد لحتى يتم تكوين فرق تنافس على مستوى عالمي بالتطبيقات التي يتم إنجازها في عدة مجالات ومشاريع ريادية وأعمال التسويق والبرمجة ومن ثم عرضها على المحكمين أيضا مشاهدين أعزاء الآن بفقرتنا نستضيف الطالبات المشاركات في مسابقة تيكنيفويشن العالمية وهما من مدرسة كمال جنبلاط في مدينة نابلس الطالبة وسن السيد وأيضا الطالبة تمارة عويسة أهلا وسهلا بكم شرفتونا يسعد صباحكم أنتوا تأهلتوا لمرحلة النهائية بالمسابقة لكن بالبداية حابين نتحدث عن فكرة المسابقة أكثر لحتى نعرف فيها المشاهدين تفضل بي إنوفيشن هي مسابقة للبنات هي بتهدف لأنه تدخل البنات في مجتمعهم تخليهم ينخرطوا أكثر بما أنه الإناث بالمجتمعات أحيانا بتكون شوي منبوذات يعني مش زي الولاد إنه بتخلي البنات يدخلوا في عالم البرمجة وعالم البزنس أكثر وكمان تخليهم يحلوا مشكلة بمجتمعهم عشان يفرجوا الناس إنه قديش هم بيقدروا يحلوا مشاكل في مجتمعهم زيهم زي الذكور في الصف رائع جميل جدا طب يعني اختيار المشاركات والطالبات كيف كان يعني كان مجرد عشوائي أو رغبة منكم أو تسجيل وتم الاختيار بناء على مصابقة معينة أيضا داخل المدرسة شرحيننا أكثر هلا هي كان إنه إحنا نفروض نكون تيم يعني فريق إلنا فإحنا كنا كلياتنا بنعرف بعض وكلياتنا كنا عنا الرغبة إنه ندخل بها المسابقة فصار هيك وعملنا هذا الفريق بعدها كان في عنا مرحلة تسجيل اللي هي لموقع تكنوفيشل العالمي وبالشنا نسجل ونعمل بالشغلات المطلوبة مننا نعم جميل جدا طيب دعم المدرسة لإلكم كيف كان توجيههم من خلال الأفكار اللي طبقتوهم أنا أكيد كان لهم دور كبير في دعمنا كان يعني دعمونا إنه مثل نعمل إحصائيات اللي بتلزمنا كمان كان في المجال إنه إحنا نعرض تطبيقنا لما خلص إلهم طيب من هون نعرف التطبيق قام وفكرته شو هي بالتطبيق تطبيقنا اسمه Be a firefighter بهدف إنه يواعي الناس كيف يتعاملوا مع الحراية كيف يمنع حدوث الحراية أصلاً هذا التطبيق بيكون بعابرة نظارة virtual reality اللي هي بتحط الشخص بواقع افتراضي بتخليه جوه هذا الحدث يعني بتحطه مثلاً في مطبخ فيه حريقة وإنت لازم كيف تتعامل مع الحريقة اللي حتى تطفيها طبعاً لكل نوع حريقة فيه نوع تطفاية غير عن الثاني يعني إذا كان زيت مثلاً غير عن تماس كهربائي وهيك من خلي الناس إنه يحموا حالهم شوي من الشغلات اللي عم بتصير هلأ إنه فيه كتير حالة وفاة وفيه كتير حالات تشوه بتصير نعم طيب التطبيق هاد مين رقب على آلية تنفيذه ومدى صلاحيته وأيضاً فائدته والاستفادة منه كان من شروط تيكنوفيشن أصلاً يكون الفريق معه مشرفين فإحنا كان عنا تنين مشرفين يا ماما الشكعة ومفيد عرفات هم اللي كانوا يعني يشرفوا علينا وكمان يستاعدونا وكيف إنه نشتغل بنوجه لهم تحية من المصباح الخير طيب خليني ننتقل للمرحلة الثانية وهي أول مرحلة شاركتوا فيها بالمسابقة ردود الفعل وهذه المرحلة كيف كانت التقييمات فيها أول شي كان في عنا تحكيم محلي عملنا البرزنتيشن قدام حكام من هون يعني وحطولنا علامات وعندين فيه تحكيم صار عالمي يعني مش التحكيم النهائي بس هو كان برا وصار هدول التحكيمين وإحنا تأهلنا للمرحلة النهائية نعم طيب شو اللي بيميز تطبيقكم عن غيره أكيد في عدة مشاريع أيضا أخرى وأفكار تم تطبيقها لا إحنا اللي بميزنا إنه إحنا قدمنا وعي ولعبة في نفس الوقت فهذا يعني نادر إنه ما تلاقي إنه شخص يلعب لعبة كمان إنه يلاقي وعي منها فهاي كانت ميزتنا الأكبر وكمان إنها يعني اللاعب يكون كأنه في نفس الموقف فهي برضو إنها كانت نقطرع بحائلنا نعم أيضا إحنا فخرين فيكم بهذا الإنجاز وهذا النجاح وبالمرحل القادمة بالمسابقة كيف ممكن أنه تحافظوا على هذا المستوى وهذا التفوق وتحققوا إنجاز كبير يعني ممكن هذا بدو سعي منكم أيضا أكتر بالبرزنتيشن وآليات التقديم هو أكتر شي بيعتمد على شخصياتنا فقد ما إحنا كنا متفاعلين قد ما كنا يعني واثقين من حالنا بيكون تحكي من روح يكون أحسن أكيد يعني نعم طيب خلينا نحكي عن الفائدة اللي ممكن تحصلوا عليها بعد حصولكم على مركز متقدم بالمسابقة وتأهلكم يعني عالميا على مستوى المسابقة فخلونا نحكي شوي أنه كيف رح يرجع عليكم بهيك تغذية إيجابية أيضا دفعة لحتى تقدموا التوجيه السنة جاي إنجاز بهمة عالية خاصة أنكم أنتم حليان السنة جاي يعني عندكم توجيهي وفرع علمي هلأ الصراحة هو كان دفع كتير أوي كتير حلو يعني أنك تصير معك هذا الإنجاز وتدخلي على هيك سنة يعني تكون معنوية عالية طبعا في كمان له فوائد أنه إحنا دخلنا عالم البرمجة عالم إدارة الأعمال لأنه هذا إشي يعني منحسه للمحترفين بس لأ إحنا دخلنا هذا العالم عبكير فإنه كان كتير إشي حلو إحنا نتعلم هاي الشغلات الجديدة نعم طب بالجامعة ممكن تكون دراستكم موفق الأشياء اللي تعلمتوها بنفس المجالات ممكن لأنه إحنا صراحة كتير حبينا للمجالات هاي لديناها عن جد كتير إشي حلو وهي بصراحة تجربة كتير حلوة يعني بتدخلك بعالم أنت ممكن مطولة كتير لحتى تدخلي بتحسسك أنه ممكن أنت تفوتي هيك مجال يعني زي بتساعدك شوي تختاري شو رح تصيري بالمستقبل نعم طب خلونا شي نحكي عن تحديات وصعوبات اللي بجهتوها أثناء التفكير بالتطبيق وتنفيذه أيضا وتجربته أهم صحابة كانت أنه إحنا شوي بلشنا متأخرين لحق ليش بلشنا متأخرين لأنه إحنا طولنا دائلة مشرف يعني طولنا في هاي الفترة بس بعدها كمان إنه كانت الفكرة لازم برضو ندور على فكرة إنه عن جد يكون مجتمعنا بيعاني منها كيف نقدر نحل هاي الفكرة هي كانت هاي أكتر الصعوبات كمان البرمجة اللي شغلنا عليها شغلنا على برنامج جديد كليا إحنا ما بنعرف عنه ولا إشي برضو يعني بس الحمد لله ضبط أطمانه طب كيف تجاوزتوا هاي المشاكل تمارا؟ البرنامج اليونتي طبعا كان معانا مفيد عرفات كان يساعدنا كتير ويعلمنا كيف نتعامل مع هذا البرنامج وكمان بالنسبة للبزنس كانت تساعدنا يمام الشكعة هذول مشوفينا طبعا هم أكتر شي تعبوا معانا يعني هو ما كان شي كتير صعب لأنه أول ما زارونا دفاع المدني أعطوه خلاص خطرة عملنا هاي الفكرة أنه الحريق بس هو كان الوقت هو أصعب إشي يعني بس نظمناه الحمد لله وكل شي مشي تمام نعم بتفكروا أنه ممكن جهات أو مؤسسات بالفعل مثل الدفاع المدني إنه تتبنى مثل هذا التطبيق؟ احنا زرنا الدفاع المدني وحكينا لهم عن فكرتنا هم كتير حبوها وحكوا لنا بس نخلص التطبيق كامل نعطيهم إياه وهم أكيد رح يساعدونا ورح يشهروا هذا التطبيق نعم طيب بالنهاية شو بتقولوا لجميع الطالبات واللي بأعماركم لحتى تشجوهم يشاركوا بمسابقات مبادرات وممكن أنه تأثر على شخصيتهم وتسقلها وتعطيهم الدفعة والثقة بالنفس أكتر يعني بحكي لهم إنه لازم كل حدا يغامر هيك خطوة في حياته لأنها يعني بصراحة هذه الخطوات هيك تحسك إنك لازم يتكملي يعني هذا النجاح لازم يجي وراها نجاح تاني فأنا بحكي لهم إنه يغامروا يشاركوا بهيك مسابقات لأنها عن جد كتير بتساعد إنها تنمي الشخصية وبتساعد إنه تنجحي في حياتك لقدام صحيح دمارة شو بتقولي لهم اليوم؟ برضه بشجعهم كتير إنهم يفوتوا هيك مسابقات لأنه أكيد رح يستفيدوا كتير من عالم البزنس اللي رح يتعلموا ورح يستفيدوا من البرمجة بجوز هما يكونوا بفكروا إنهم يدخلوا تخصص بالجامعة بجوز يغيروا رأيهم بعد هاي التجربة لأنه يعني ما كنت مفكرة إنه هالقد عالم البزنس حلو وعالم البرمجة بس هو عن جد إشي كتير حلو يعني كتير لا شك وارتباطهم وثيق مع بعض بالأونة الأخيرة ومع التطور التكنولوجي والسريع في عالمنا المعاصر فكل التحية لكم كل التوفيق نتمنى لكم إياه وشرفتونا